قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطيب لنا أن يتجدد اللقاء معكم من خلال برنامجكم الأسبوعي ألم طوع اعلموا أن هناك حقيقة وأي حقيقة حقيقة طالما غفل عنها الإنسان ولحظة حاسمة ومصير ومآل إنها لحظة لا بد أن تلاقيكم إلى أين من هذه اللحظة المهرب وإلى أين منها المفر إلى الأمام تلاقيكم إلى اليمين تلاقيكم إلى الشمال تلاقيكم إلى أعلى إلى أسفل تلاقيكم إلى الوراء تلاقيكم لا تمنع منه جنود ولا يتحصن منه في حصون مدرككم أينما كنتم إنه واعظ لا ينطق واعظ صامت يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والمقر والجاحد والزاهد والعابد والصغير والكبير والذكر والأنثى كل نفس ستذوقه شاءت أم أبت لعلكم عرفتموه لا أظن أحدا يجهله أما حقيقته فالكل يجهلها إنه الموت قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الموت ما الموت أمر كبار وكأس يدار في من أقام وسار يخرج بصاحبه إلى الجنة أو إلى النار ما زال لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله زاجرا كيف ووراءه قبر وحساب وسؤال وجواب ومن بعده يوم تدهش فيه الألباب فيعدم فيه الجواب حول لغز الموت سيكون محور حديثنا في هذه الحلقة مع ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ محمد المحمود حيك الله شيخ محمد الله يحييك ويبارك فيك وحيي الله بالإخوة جميعا الله يحييك ترحب موصول أيضا بأخونا فضلت الشيخ الدكتور فهد بن عقلار ويلي حيك الله شيخ فهد الله يحييك بارك فيك شيخ الله يحييكم ويحفظكم شيخنا الشيخ محمد الله يحسن إليك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله كفى بالموت واعظا هو حقيقة وكأس الكل سيتجرعها الكل سيدخل من هذا الباب فما هي حقيقته وماذا يمكن أن نقول في هذا الأمر قد يكون فعلا فيه شيء من المرارة ولكنه حقيقة لا بد منها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وفي الحقيقة المقدمة التي بدأت بها يعني دكتور يحيى يعني تخلي الواحد يفكر ما هذه الحقيقة المحيرة هي حقيقة وكلنا نعرف أنها حقيقة وكلنا نؤمن أن هذه حقيقة لا بد منها وأن كل من عليها فان وأن الناس كلهم يعني يأتيهم يوم للموت لكن هذا الموت محير لهذا تجد بعض الناس مثلا يخاف من ذكر الموت فتجد على ألسن الناس يكثر لا 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 تذكرنا الموت ولا اللي يقول لك والله أنا خاف من الموت ما حب طار الموت لا تذكرون الموت لو ذكر الموت في مكان تجد الناس تتخوف من ذكره بل زاد غلوب بعض الناس بعض الناس غالة فمنع بعض مثلا المدرسين أو المدرسات من ذكر الموت أمام الطلاب والله أن الموت ذكر الموت يعقدهم أو مثلا يصيبهم بعقدة مع أنه حقيقة نؤمن بها كما ذكرت يعني هو حقيقة لا بد منها الله تبارك وتعالى يعني حكم بهذا الحكم الذي يعني لا لا تردد فيه ولا نقاش فيه وهو من القواعد الثابتة كل نفس ذائقة الموت عام على جميع النفوس فكل الأنفس هذه سيأتيها يوم ستفارق هذه الحياة طيب الموت هذا ما هو ما هو الموت الأنسان الله عز وجل لما خلقه خلقه من روح ومن بدن خلقه من بدن بداية خلق آدم عليه السلام خلق الله عز وجل من طين ثم نفق فيه هذه الروح ثم أصبح بنوه من بعده هكذا يتكونون في أرحام أمهاتهم ثم يعني تنفق فيهم الروح فتدب فيه الحياة ويعيش ثم يأتيه يوم تفارق هذه الروح البدن فتخرج هذه الروح من البدن ويسمى ذلك بالموت هذا الموت ليس فناء يعني بعض يعني الخرافات أو المعتقدات أو حتى ممكن بعض الأديان الوضعية في العالم يعني تعتقد أن الموت نهاية وهو في الحقيقة ليس نهاية نحن مفهومنا الإسلامي ومفهوم الشرائع السماوية جميعاً أن الموت هو مرحلة انتقالية تخرج فيها الروح إلى شيء آخر ويتفاوت الناس نحن نعتقد أنها تنتقل إلى حياة أخرى وحساب إما إلى جنة وإما إلى نار فهي مفارقة الروح للبدن هذه المفارقة ليست مفارقة كلية لا في لها ارتباطات ولهذا كانت قضية الروح وقضية البدن ومفهوم الروح ومفهوم البدن مفهوم الموت هي مجال واسع للفلسفة يعني أن الإنسان يدخل فيها فلسفته وعقله مجال واسع والناس تكلموا فيها كلام كثير لكن ظاهر النصوص الواردة سواء كان من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الموت هذا مجرد مفارقة للروح للبدن وأنها تنتقل إلى عوالم أخرى حوالم أخرى طبعا هنا يترتب عليها أمر مهم وهو أن الذي أرضى الله سبحانه وتعالى في دنياه لا يخاف من الموت لأن مفهومه للموت مفهوم آخر جميع والذي لا يرضي الله مفهومه للموت مخيف وهنا نقول لمن يقولون أننا أنا أخاف من الموت أقول له راجع نفسك ترى هذه رسالة ليست طيبة أنت تصدر منك رسالة غير جيدة تدل على أنك أنت عندك تقصير كبير لهذا تخاف من الموت لهذا أبو حامد الغزالي يقسم الناس لهذا أقسام يقول يعني يسميهم المنيبين أو يعني فاتتني الآن التسمية المهم هناك أناس قبل التائبين هؤلاء لهم ارتباط بالدنيا شديد يعني همهم الدنيا ومتاعها ونظرتهم دنيوية فهؤلاء يخافون من الموت خوفهم من الموت لأنه سيقطع عنهم لذات الدنيا يفوت عليهم أشياء في الدنيا فهؤلاء بالنسبة لهم الموت أمر خطير ويترتب عليه أمور خطيرة أخرى سيقطع عنها سيقطع عنها نظرتها للموت أنه سيحرم من الدنيا فهذا الموت مضر بالنسبة له لأن ما بعد الدنيا أشد من الدنيا التائب التائب بالنسبة له ذكر الموت لما يذكر أمامه الموت دافع ومحفز على عمل الطاعات فهو يريد ذكر الموت ويريد يسمع عن الموت ويقرأ عن الموت لأنه يشعر أن هذا الذكر يدفعه للطاعة ويزيده إقبال على الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في قلبه وهي اللي تسميها الغزالي درجة العارف يعني الإنسان التقي الورع الصالح يتحول من أنه يعتقد أن الموت مجرد شيء حث لا هو يفرح بالموت لماذا؟ لأنه يعتقد كحال الصالحين وأولياء الله تبارك وتعالى والمتعبدين وأهل الخشوع والتقوى إن هذا سيوصلهم إلى الحبيب اللي هو لقاء الله تبارك وتعالى لهذا السيوطي عنده كتاب لطيف فيها المعنى سماه بشرى الكئيب بلقي الحبيب يعني في ناس من أهل الصلاح وأهل التقوى ينتظرون هذه الساعة لأنها هي البوابة التي ستنقلهم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإلى ما فالدنيا بالنسبة لهم يعني ضيق وظنك ومجرد يعني مانع يمنعهم من لقاء الله تبارك وتعالى والتنعم فيما بعد الموت فمفهوم الموت من الناحية الإسلامية مفهوم يختلف نظرة الناس بشكل عام على اختلاف أديانهم ومذاهبهم مرة يكون لأناس ذكره دافع خير وبعضهم العياذ بالله ذكر الموت له سوء وشر نعم حسن الله إليك شيخ محمد شيخ فهد الله يحسن إليك استكمالا لما ذكره الشيخ محمد حول هذه الحقيقة وما يليها وأنه مرحلة انتقالية من دار إلى دار ويعني كما قال الشاعر قديما قال ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا سئنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء فهناك حساب هناك سؤال هناك ستجازى على إحسانك ستعاقب على سيئتك هنا قد يكون الموت كما ذكر الشيخ محمد سيكون محفز دافع لأعمال الخير ورادع عن أسباب الغواية والضلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين أولا نرحب بك فضيل الدكتور الشيخ يحياء والشيخ محمد وأتشرف أني أكون معكم ونرحب بالمشاهدين كذلك الله يحيك شيخ وهذا الموضوع كما ذكرتم من المواضيع المهمة التي ينبغي أن نهتم بها لأنها كما ذكرتم هي حقيقة لا بد أن تقع لكل حي وهذه القضية لم يختلف عليها أحد من العالمين لا مسلم ولا غيرهم حتى غير المسلمين يقرون بهذه الحقيقة بأن الإنسان سيموت وأن له نهاية لكن نظرتنا نحن المسلمين لهذه الحقيقة نظرة مغايرة أولا كثير من المسلمين تأثروا بغيرهم من الإغراق في الماديات الإغراق في الملهيات الإغراق في ملذات الحياة وهذا هو الذي يجعلهم يخافون من الموت يتعلق بالدنيا يتعلق بالدنيا أكثر وغالبا الإنسان يخاف من الموت لعدة أسباب يعني أولا جبل الإنسان على حب البقاء وحب الخلود وإذا نظرنا نظرة أخرى أن هذه الدنيا ليست هي دار البقاء بل نحن نؤمن بأن دار البقاء هي ما بعد الموت أصلا ما بعد الدنيا وهو كما ذكرتم موضوع مخيف مخيف يعني لمن قصر ومرغب لمن اجتهاد وأحسن في هذه الدنيا فيجب على كل مسلم أن يعي هذه القضية وأن يهتم بها وأن يعطيها اهتماما بالغا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أكثر من ذكر هادم للذات يعني تذكروا الموت وتذكروا الحياة الأخرى وكما ذكر الشيخ محمد أن بعض الناس يقولون لا تخوفون الناس لا تخوفون الناس إذا كنا لا نريد تخويفهم فسنغيب عنهم بعض الحقيقة وهذه الحقيقة تخيلوا أنك ذهبت إلى دكتور واكتشف الدكتور خلال التحاليل وخلال الأشعة أن فيك يعني مرضا خطيرا وحفظكم الله وحفظ جميع أحبائنا وجميع المسلمين من هذه الأمراض وتخيل أن هذا الدكتور يقول أنا لا أريد أن أصارح هذا المريض كي لا يخاف يعتبر غشة هذا المريض وهذه عقيدة هذه القضية هذا الكلام يعني هو أمر نفسي خفت أم لم تخف سيقع هذا الموت سواء كنت خائفا أو كل إشكالي يا شيخ فهد أنه يصل إلى فوبيا يعني لأنه فعلا يمكن في حالات من الشيخ محمد أنه في ناس عندهم مثل الفوبيا أو شيء يعني حتى ما يبغي اسمه يعني طاري الموت ما يبغي مقابر شيء صح تجد يعني يمكن يقوم من المجلس هذا اللي يذكر فيه يعني بس هذا يمكن يقولون يعني الناس من حيث الخوف من الموت يعني على نوعين إما الذي يخاف وهذا اللي نريده أنه يخاف هذا الخوف يدفعه للعمل يدفعه للعمل الصالح أما الخوف الذي يمنعه من العمل ويمنعه من الحياة كذلك بعضهم يأتيه الوسواس ويأتيه هذا المرض ولا يريد أن يفعل أي شيء يعني يفكر كثيرا ويخاف فلابد أن نكون يعني مثل ما نقول عمليين يعني أن هذا الخوف يدفعنا لأن نعمل العمل الصالح جميل أحسن الله إليه الشيخنا سبحان الله الآية صريحة وما تدري نفسه ماذا تكسل غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إخفاء هذا الأمر وعدم العلم به لعل فيه حكم وأسرار لو تحدثنا عنها صلاتنا عليها يعني لأن لو كل إنسان علم بموعد أجله أظن لن يعني لن يعمل أحد في هذه الدنيا نقول أن أبو جعفر المنصور خليفة العباسي رأى في المنام ملك الموت فقال له متى أجلي متى أموت يعني شاف ملك الموت فقال له خمس إما أشار إليه بخمس أو قال له خمس فقام من نومه فزع ما جاه النوم يعني رؤية ملك الموت أو حتى ذكر الموت وشيء مخيف يعني لا يختلف على ذلك أحد فطلب من حجابه أن يأتوا له بأبي حنيفة النعمان أو غيره فليؤول له الرؤية الرؤية نحن ما ملك الموت يقول له خمس فلما جاء أبو حنيفة كما يقولون قال له رأيت كذا وكذا وكذا فقال له يا أمير المؤمنين إنه يقول لك إن هذا معرفة الأجل من الخمس التي كتم الله علمها فهو لا يعلم هو قال لك خمس هو ما يعرف أنت متى بتموت هو يعلم في وقتها لما يأمره الله تبارك وتعالى أن يقبض ولهذا يروى أن سليمان عليه السلام النبي كان في مجلس وعنده ملك الموت وهذه من روايات بني إسرائيل التي نحكيها وهي فيها عبرة فجاء ملك الموت متمثل بإنسان تعرفون الملائكة تتشبه بالبشر فلما جاء واحد في جلاس سليمان جالس فنظر إليه ملك الموت نظره روع أصابه بروع من شدة التحديق سبحان الله فهو لا يعرف من هذا إنسان دخل وقام ينظر له نظرة مخيفة فذهب الرجل إلى سليمان قال له يا نبي الله أبعدني من هذا المجلس أنا لا أستطيع قال لأن هذا الذي جاء ينظر إليه بنظرة كذا كذا من هو؟ قال هذا ملك الموت سيزيد خوفا فأمر سليمان عليه السلام الريح أن تحمل الرجل هذا من الشامل الهند و الله عز وجل سخر مما سخر لسليمان الريح وغيرها غدوها شهر و رواحها شهر يعني ما يقطع في شهر تقطعه في غدوة ساعة من النهار أو ساعة من الليل المهم رماه في الهند فبعد ذلك هذا اللي هو متلبس بملك الموت سأل عن الرجل قال لي سليمان أين فلان؟ قال لماذا تسأل عنه؟ قال لأن الله تعالى أمرني أن أقبض روحه بالهند وإني عجبت لما رأيته جالسا عندك فقال لقد سبقك إليها الدليل الشاهد على ذلك أن الإنسان لا يعلم هذه من الأمور التي لا يعلم حتى الملك الموت لا يعلم يأمره الله تعالى في وقتها بقبض أرواح البشر وأرواحنا متى تقبض هذه كتبت من قديم لهذا الإنسان لما يكون في بطن أمه بعد الأربعة أشهر وتنفخ فيه الروح يكتفيها رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد المهم أجله مكتوب فالله تعالى يأمر الملائكة في وقتها أخفاها عنا وهو السؤال لماذا خفيت عنا هذه الأمور؟ لأن لو علمنا متى سنموت لم استمتعنا بهذه الحياة ولا أكلنا ولا شربنا ولا تزوجنا صحيح إنسان شغلها الشاغل يعني أنت الآن مثلا مثل ما ذكر الشيخ يعني تدخل على مريض مريض وهذه رأيت أنا مرات كثيرة يعني تدخل على مريض فيه من الأمراض التي ما قالها الموت في علم الله يعني مثل الأمراض الصعبة هذه هو قبل أن يخبر قبل أن يخبر لهذا مرات بعض الناس ما يذكر من باب السياسة وهذا موضوع ثاني يعني الطبيب مثلا لا يخبرك بالمرض مش لأنه يخفيه لكن يريد يريدك تستمتع يعني يعني ممكن تتجاوب مع العلاج ما حاسك فإنسان مثلا فيه معظة الأمراض الخطيرة المخيفة سبحان الله قبل أن يخبر سليم ووجه منور ويمكن يسولف ويأكل طبيعي ويأخذ الدواء طبيعي الساعة التي يقال له فيها أنك مثلا مصاب بالسرطان انتكاسة مخيفة صحيح تغيب عنه يوم ترجع اليوم الثاني إلا حال تتعبانه كل يوم في تردي تخيل لو إنسان من يوم ولد وعى ذهنه وحضر في ذهنه أنه سيموت بعد ستين سنة كيف يعيش هذا لا يمكن والأمر الآخر هو حتى يتنافس الناس الغيب الغيب عموما الإيمان بالغيب والمغيبات ليتفاوت إيمان الناس فإنسان مثلا يؤمن بالغيب بمقدار يصدق به بمقدار معين وإنسان بمقدار معين واحد خمسين ستين على مقدار تصديقك يزداد تزداد الطاعة والإقبال على الله على قدر الحضور جميع حضور الذهن المغيبات دائما إذا إنسان مستحضر أنه سيموت لهذا نحن يعني ورد الحث على أن الإنسان إذا صلى يصلي صلاة مودع صلاة مودع لذلك الناس يقول كان الخشوع ما يجيني ما يجيك الخشوع لأنه ما حضر في قلبك أصلا ما حضر في قلبك الآخرة ما حضر في قلبك الموقف اللي أنت واقف أنك بين يدي رب العالمين ما حضر في قلبك ما حضر ما جاري حضور غايب عنك غايبة عنك هذه المعاني فالإنسان في الدنيا لماذا هو بحاجة إلى أن يذكر بالحقيقة اللي مفروض ما يذكر بها يعني الموت مفروض ما يذكر بها لأنها حقيقة يعني كل الناس عارفينها ولكن تغيب في في زحمة المشاغل والأفكار وواوا فترجع إلى رتب متأخرة فيصبح الإنسان يفكر في راتبة وظيفتها عملتها تجارتها مأكلة مشربة غيرها وهذه غايبة مع أنه يعلمها يحتاج دائما أن يجعلها في المصاف الأولى إذا حضرت ذكرى الموت ذكرى الآخرة كانت دافع لا شك على العمل الصالح سرق بال الإنسان أكثر على الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أنه سيموت صلى الله عليك الأمور الخمسة شيخنا في قصة أبو جعفر اللي الله ذكرها في القرآن اللي في صورة لقمانة إن الله عنده علم الساعة ويمنزل الغيثة ويعلمها في الأرحام وما تدري نفسهم ماذا تكسبه غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت أحسن الله عليك أستاذكم الله خير شيخنا لجل لا أستأذنكما في فاصل قصير وأنتم أيها المتابعون الأعزاء فاصل ونعود إليكم لمواصلة حديثنا حول لغز الموت فاصل ونعود إليكم إن شاء الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء عدنا إليكم من جديد في موضوعنا لغز الموت مع ضيفية الكريمين مع الشيخ فهد شيخ فهد الله يحسن إليك يعني الموت وما وراءه من بعث ونشور يعني حياة البرزخ إذا أردنا أن نستعرضها معك ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الجانب في حديث يعني يستوقفني كثيرا وكل ما قرأتها أو سمعتها يؤثر فيها و نحاول أن يعني الرسالة موجهة للمشاهدين أن نستمع إليه بقلوبنا لا بأذاننا روض طبراني في الأوسط بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر من عندي قبر فقال قبر من هذا وكان دفن حديثا يعني فقال الصحابة قبر فلان هذا فلان نعرفه رجال كان معنا قبل أسبوع ولا أسبوعين ولا شهر الآن دفن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أتأمل هذا الجواب أو هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان مما تحقرون خير يتمنى هذا من بقية أعمالكم خير من بقية أعمالكم هذه أمنية كل ميت هذه الحقيقة يعرفها الأموات لكن الأحياء قليل الذي يعرفها كان الحسن البصري رحمه الله في جنازة وكان معه أحد المسرفين يعني فقال له الحسن ماذا يتمنى هذا الميت ماذا يتمنى قال يتمنى أن يعود وأن يتوب وأن يعمل العمل الصالح فقال له الحسن كن هذا الرجل أنت الآن حي وستصل إلى مرحلة تتمنى هذه الأمنية وكذلك أحد السلف كان يقول أصبحتم اليوم في أمنية كل ميت إذا استيقظت في الصباح هذه أمنية كل ميت أن يقوم وأن يسبح الله وأن يصلي ركعتين يستزيد في حسناته وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن مريض مات دماغيا ويعني فجاء أهله يسألون يقولون هل يجوز مثلا أن نشيل أجهزاه يعني فيها تكلفاه فيها يعني ما نستطيع على هذا فقال الشيخ بن باز وهو يعني رحمه الله ممن أدرك هذه الحقيقة قال هل يمكن أن يستيقظ ويسبح تسبيح واحدة قال الدكاتور يقولون احتمال هذا أمر وارد قال لا لا تفصلوا هذه الأجهزة لعله يستيقظ ويسبح تسبيح واحدة ويغفر الله له بها فإدراك هذه الحقيقة إدراك أن هذه أمنية كل ميت وأنت الآن حي ترزق فلابد أن تستزيد من الحسنات وأن تعمل العمل الصالح قدر استطاعاتك جميل صلى الله عليك شيخ واحد شيخ محمد العبرة بالخواتيم يعني ومسألة سبحان الله في حديث ابن مسعود أن إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكونوا بينه بينها إلا إذا رأى فيسبقوا عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل ما يختم به المرء سيكون مؤثر بشكل كبير طبعا سواء كان الخاتمة حسنة أو سيئة سيكون مؤثرا عليه فيما هو مقدم عليه من الدار الآخرة ما الذي يمكن أن يكون سببا في أن يكون الإنسان يختم له بخاتمة حسنة ويتجنب الخاتمة السيئة لا شك شوف هذا الحديث من الحديث اللي فيها إشكال فيه إشكال فيه يعني بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل ويعمل الجنة فيدخل يعني بعض الناس قد يستشكل أن كيف كان يعمل طول حياته ثم بعد ذلك يختم له بهذه الخاتمة يعمل الصالحات ثم يختم له بخاتمة سيئة فيدخل النار أو يعمل أمور غير صالحة ثم يختم له بخاتمة طيبة سبحان الله جاءت رواية أخرى تزيل الإشكال هذا وهو إن أحدكم عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس سبحان الله فيما يبدو للناس ونتضح الإشكال تضح الإشكال الله تبارك وتعالى عادل سبحانه وتعالى في حكمه وفي قضائه وجعل هذه الأعمال هي نتيجة للنجاة العمل الصالح فرق بين إنسان ينشأ نشأ طيبة ويعمل عمل صالح في حياته ويجاهد نفسه طول حياته وآخر في غفلة في غفلة طول حياته ويريد النجاح لا يمكن العقل لا يقبل هذا الواقع لا يقبل هذا كيف إنسان مهمل طول حياته في المدرسة ويريد في النهاية أن ينجح وواحد مشتهد طول العام وفي النهاية تريده يرسب ما يسير صحيح ما يسير فالله عز وجل رتب أمورا لكن بعض الأحيان في بعض الأمور الخفية في بعض الناس ممكن يكثر العمل لكنه مرائي وبعض الناس قد يكون مبتلى بذنوب لكنه صادق يريد الخير هذه عند الله نحن لا نعلم خفايا نحن علينا بالظاهر فنتيجة العمل الصالح سيجدها الإنسان إن شاء الله في الآخرة إذا كانت تحققت فيها الشروط من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام سينجو بإذن الله تبارك وتعالى والذي قصر سيهلك الموت وذكر الموت سبحان الله يصحح لك المسار صحح لك المسار بحيث أن الإنسان يعرف أن في نهاية هذه الحياة هناك انتقال هناك حياة طبعا نحن الإنسان يمر بمراحل مرحلة بداية الخلق وهو في بطن أمه وهنا لا تكليف ولا شيء ثم بعد ذلك ينزل إلى هذه الدنيا في سن معين سيكلف ثم بعد ذلك مرحلة تسمى البرزخ وهي الحياة التي يعيشها الناس في هذه الفترة إلى قيام الساعة في قبورهم أو في أي مكان يكونون المهم أن في مرحلة ما بعد حياة الدنيا قبل الآخرة وقيام الساعة وحساب الناس ثم بعد ذلك الحياة الأخرى ولهذا يقولون أن للروح تعلق بالبدن مثلا النوم نوع من أنواع الموت لكنه ليس كالموت الذي تفارق فيه الروح البدن مفارقة كلية اللي هو الموت اللي احنا نعرفه جميل لهذا النوم موت صغرى موت صغرى فالروح تتعلق بالبدن خمس تعلقات تعلق وهو في بطن أمه جميل لها عمل وتعلق في الدنيا وتعلق في النوم في الحياة الدنيا العادية ووقت النوم لها تعلق وفي البرزخ لها تعلق وفي الآخرة لها تعلق فالمفهوم الإسلامي لعلاقة الروح بالبدن وهنا يدخل الموت الموت داخل بينهم هو في هذا الإطار فمثلا الروح في الدنيا تعلقها بالبدن تعلق مثل ما نسميه الوكيل والأصيل فالبدن في الدنيا الجسد هذا أصيل والروح مثل البديل أو الكفيل يعني التي تقوم بعمل جانبي جميل فمثلا يقع العذاب أو الألم أو الحرق بالنار أو الوخز بالإبر أصالة على البدن والروح إما تتأثر أو لا تتأثر لكنها موجودة ومتصلة فالألم يقع على هذا التعلق ثم مثلا في النوم في تعلق التعلق يقع على الروح ولا يقع على البدن مثلا اثنين نايمين مع بعض في غرفة واحدة واحد يشوف في المنام أنه انقلبت به السيارة يسوق بسرعة وانقلبت السيارة كوابيس مزعجة وحالة أو جروح وتكسر يشوف يتألم وآخر يشوف نفسه قاعد على على ذبيحة وعشة وأطايب الطعام يتنعم يتنعم سوحان يجي الواحد يقومهم هذا اللي يقوم وهو متقلب ومتكسر يتفقد بدنه وين الدم وين التكسر وهو شعر بألم شعر بألم لكن الألم مرتبط بالبدن هو وقع على الروح على الروح على الروح جميل الروح هذه وقع عليها نوع من الألم وشعرت وعاشت وراحت وانتقلت إلى أماكن وهو مكانة ما تحرك والآخر نفس الشيء شعر بلذة الطعام وشراب ولكنه لا أثر له على بدنه يجيك في البرزخ اللي هي حياة القبور في عذاب وفي نعيم لهذا حديث البراء المشهور أنه لما بعد أن يأتي الملك أو هذا ثم تفتح له نافذة فيرى موقعه من الجنة ويتنعم وهذا والعيام من ريحها وكذا يشعر بلذة وطعام ونعيم والآخر بجحيم يشعر بجحيم وقال أهل العلم أن البدن في القبور كما نراه نحن بأعيننا تحلل طيب أين يقع هذا النعيم و هذا العذاب يقع على الروح يقع على الروح وقد يقع على البدن بالأصالة بالتبعية في الآخرة إن كان الإنسان من أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة هنا يحصل الكمال شبحان الله الكمال فتكامل تكامل التعلق والالتحام بين الروح والبدن فيشعر باللذة المضاعفة يعني في الدنيا لو كان يشعر البدن يشعر بخمسين في المئة خمسين في المئة رايحة للروح وما درع عنها في الآخرة يشعر بكمال اللذة لهذا كان نعيم الجنة رأس الكمالات لأن اللذة الطعام يتلذذ به البدن وتتلذذ به الروح في وقت واحد جميل فيشعر بكمال اللذة وكمال النعيم لهذا لما تسمع عن نعيم الجنة ليس كنعيم الدنيا هو كمال تمام وكذلك والعياذ بالله أهل النار يعذبون إن كان يشعر بحرق في الدنيا بمقدار والعياذ بالله في نار جهنم تكتمل يكتمل هذا الالتحام وهذا التعلق بين البدن والروح فيشعر بكمال العذاب لهذا تفهم الموت هكذا تفهم الموت هكذا وفق هذه التعلقات وأنها مجرد نافذة كأن الموت يفتح لنا نافذة ننتقل فيها إلى عالم آخر لا نراه ولا ندركه لكن لو لا أن الله أخبرنا به وأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام وأن العقل لا يدرك مثل هذا سأل الله لك الدكتور فهد يعني كما ورد في الحديث أن نفس المؤمن إذا كانت في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة تنبيض الوجوه فتخرج روحه كما تنزل القطرة من في السقاء بخلاف الكافر تأتيه ملائكة سوود الوجوه وتخرج كما ينتزع الصوف من الشوك إذا قلنا هنا نوعين في الحديث هل هناك أنواع لهذه الميتات حول هذه الصور التي يمكن أن نتحدث عنها معك القضية هذه هنا يجب على كل مسلم أن يخاف يعني هذه القضية فعلا مخيفة يعني تخيل مثل ما ذكر الشيخ محمد أن حياة البرزخ طويلة جدا وحياة الآخرة أطول لأنها هي الخلود يعني مثلا عثمان رضي الله عنه توفي سنة 38 للهجرة يعني الآن كم 1445 يعني تخيل ألف سنة هذا في البرزخ ألف سنة وأكثر في البرزخ فقط يعني حياة طويلة حياة الحياة الدنيا هي أقصر أنواع الحياة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل الذي يتجاوز يعني السبعين ومع ذلك تحاسب على هذه الفترة القصيرة هذه الحياة القصيرة هي التي ستجعلك إما منعم نعيم لا انقطاع له وإما والعياذ بالله أن تشقى شقاء لا فوز معه يعني وبينهم طبعا هذا حال المؤمن وغير المؤمن وأما يعني المؤمن العاصي فهو تحت المشيئة عقيدتنا أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ف لكن لماذا أنا أجعل نفسي يعني تحت هذا الاختيار الصعب لماذا لا أجتهد لماذا لا أكون من المؤمنين وربنا كريم وربنا رحيم فنستزيد من الحسنات حتى نكون كما نقول عمليين أكثر أنا أوصي نفسي وإخواني ومن يستمع العناية بثلاثة أمور والذي يهتم بهذه الأمور الثلاثة فسينجو إن شاء الله أولها العناية بالتوحيد العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك فنعتني بأمر التوحيد ونهتم بهذا الأمر الأمر الآخر وهو حقوق الآدميين نهتم اهتماما بالغا بالعناية برد الحقوق إلى أهلها وأن لا نتساهل وأن لا نختلس حق أخيك المسلم فلابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها لأن كما يقول العلماء أن حق الله مبني على المسامحة الله كريم فالغالب أنه سيسامح الله سبحانه وتعالى ولكن حق الناس مبني على المشاحة والمطالبة فإحذر إحذر أن تقع في أعراض الناس وفي أموالهم وفي كل ما يجعل لغيرك حق عليك الأمر الآخر هو الابتعاد عن الكبائر الابتعاد عن الكبائر لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة والإنسان أحيانا يغفل عن التوبة وأحيانا يدركه الموت قبل أن يتوب فغالبا يجتنب هذه الكبائر والكبائر معدودة يعني عدها العلماء يعني بعض يعني العلماء ألف فيها بعض المؤلفات لكنها محصورة ومعدودة وبعضهم جعل لها ضابطا يضبطها وهو أن كل ما توعد الله يعني بوعيد أو بلعنة أو بعذاب يعني بحرمان من الجنة أو توعده بالنار فهذه تعتبر من الكبائر فنجتنب هذه الأمور الثلاثة العناية بالتوحيد ورد حقوق الناس إلى أهلها والابتعاد عن الكبائر الكبائر نعم أحسن الله إليكم وظيفي الكريمين أستعدنكم وإلى المشاهدون العزاء في فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حديثنا حول لغز الموت فاصل نعود إليكم إن شاء الله اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء لازال حديثنا متواصلا مع ضيفية هنا الشيخ محمد والشيخ فهد حول لغز الموت وأنتقل مع الشيخ محمد شيخنا مسألة تمني الموت الإنسان أحيانا قد يمر بظروف يمر بمصاعف في هذه الحياة كما يقال تسد في وجهه الأبواب هنا مسألة التمني فضلا عن الانتحار أمر محظور عندنا في الشريعة الإسلامية طبعا تمني الموت ورد فيه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن تمني الموت قال لا تمنوا الموت لكن إذا ضاق الحال بالإنسان فيقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني فيها وإن كان الموت خيرا لي فأتوفني إليك لكن في نوع من الموت يجوز تمني وهو الشهادة جميل فالموتات ليست واحدة في موتة الموتة العادية التي تخلص من هموم الدنيا وضغوط الحياة ورد النهي عنها لكن ورد كذلك تمني الشهادة مع أن الشهادة نوع من الموت لكن ليس المقصود بالشهادة الموت يعني هو الشهادة المقصود بها في الحقيقة هي أن يجاهد الإنسان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم يموت جميل ولو كان وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت فيحيى ثم يموت فيحيى ثم يموت لما للشهيد من المكانة والمنزلة عند الله تبارك وتعالى لهذا لما ترى مثلا حال الناس المسلمين الآن في بقاع الدنيا تعرضون للموت والتنكيل والعذاب بسبب دفاعهم عن أرضهم مثلا بسبب دفاعهم عن مقدساتهم بسبب بعض الناس يقول لك والله شذنبهم يموتون فلان والله تسبب بكذا وأدى إلى موتهم وقتلهم لا هو الموت حق سينزل الموت لكن في شخص يموت والعياذ بالله وما يغضب الله حوله سين مثلا في عزك الله في خمارة ويشرب الخمر ويموت هذا مثل شخص في بيت من بيوت الله وهو ساجد شخص يموت يعني موت هكذا يعني موت الفجأة شخص يموت تحت قصف لأعداء الله لا تستوي لا شك أن هؤلاء بل عدهم النبي عليه الصلاة والسلام من الشهداء عموما فالمطعون اللي يصيب بالطاعون شهيد اللي مات تحت الهدم شهيد المبطون شهيد الغريق شهيد هذه موتات لو نقدر نسميها موتات شريفة لأنها ترفع من قدر الإنسان عند الله تبارك وتعالى فما بالك بالإنسان إذا مات وهو مجاهد في سبيل الله بذل روحه لله تبارك وتعالى هذا نوع من الموت لو تمناها الإنسان تمنى الشهادة نعم يعني هي مطلوبة مطلوب تمنيها أما النهي الوارد هو عن الموت لأجل التخلص من هموم وضغوط الحياة لا المفروض الإنسان يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له بل يعتقد لهذا سبحان الله كيف أن الشريعة الإسلامية والنصوص الواردة سواء كان في قرآن أو في سنة ترتب حياة الإنسان وتهذب روحه وتجعلها إنسان سوي ومعتدل يعني إنسان يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له واحد يؤمن بهذا الحديث يصيبه مرض نفسي ولا هم ولا غم والله ما يصيبه استحيل لو كان يؤمن بهذا الحديث ومستحضر لهذا الحديث لمعانيه ومطبقه في حياته لو صابك هم وغم وديون ومن يسلم أصلا من يسلم في هذه الحياة من الديون والغموم والمشاكل لو استحضر إن كل هذا الهم والغم ورفع عند الله عز وجل وجور وحسنات وثواب يمكن يتطرف فيتمنى أن لا يزول يقول والله يليت نستمر في لهذا تلك المرأة التي كانت تقم المسجد تخم المسجد تنظف وتسرع فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه فخيرها بين أن يدعو لها وبينها تصبر لها الجنة تخيل يعني تصبر على بلائها لكن العاقبة فاختارت هذا الاختيار الإيمان هو يسوق الناس إلى الخير إذا حصل الإيمان ساقك إلى الخير فتتخلص من كلها الأمور يقولك والله فلان انتحر ليش انتحر ما الذي دفعه إلى الانتحار لأن الداخل خالي لا يؤمن بتلك الوعود وتلك الأجور والثواب والفضل والدرجات التي تترتب على الصبر والاحتساب فيقوده والعياذ بالله يظن أنه إذا مات بهذه الميتة المحرمة أنه سينجو سيرتاح ما يدري كما ذكر الشيخ أن الحياة اللي بعدها أطوال وأعظام ويعني عذابها أشد فأنت لو تخلصت من عذاب مؤقت ستدخل في عذاب أبدي والعقل العقل لو إنسان حكم عقله لقاده إلى غير هذا لقاده إلى الصبر والاحتساب حتى ينجو من العذاب الأبدي فالموت ما هو كل موت يعني بنفس الدرجة لا والله موتة أولئك الذين يبذلون أرواحهم الحفاظ على الدين الحفاظ على الأعراض الحفاظ على الأموال الحفاظ على الأوطان مجاهدة المعتدين مجاهدة الظالمين هؤلاء موتاتهم موتة شريفة عند الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من فضله اللهم أمين حسنا وعلاك شيخ محمد شيخ فهد الله يبارك فيك مسألة زيارة القبور النبي عليه الصلاة والسلام ذكر زيارتها تذكر بالآخرة كنت قد نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم بالآخرة نريد أن نستعرض معك الآداب والأحكام المتعلقة بزيارة القبور أيضا لو عرجنا على الأجر حضور صلاة الجنازة ويشهد مع المسلمين الدفن أيضا والترغيب في ذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على زيارة القبور و بيّن العلة و لا بد أن تكون هذه العلة هي الدافع للزيارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة هذه الزيارة لا بد أن يكون الدافع لها أن تذكرك بالآخرة و كما ذكرت فضل صلاة الجنازة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لها فضلا عظيما و قد قال صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط و من تبعها فله قيراطان فسئل قال ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد من الحسنات و هذه نعمة عظيمة نعم يعني ينبغي لمن يدرك أن الموت حقيقة ألا يفرط في هذه الأجور و الله مرة من المرات كنت في الحرم يعني و تعرفون في الحرم غالبا بعد كل صلاة يصلون على الجنازة نعم يعني رأيت بعض الناس يجلسون يعني الناس تصلي على الجنازة وهو جالس تمنيت أن لو أكلم واحدا واحدا يعني أقول له هذا الفضل و هذا الأجر العظيم تفرط في هذه الحسنات تفرط في هذا الأجر العظيم صحيح كذلك يعني هذا الأمر لا بد أن حينما نأتي القبور نتأدب بأدابها أولا مما شرع لنا أن نسلم على الأموات نسلم عليهم السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون و نحن بكم لاحقون و أن نتأدب بأداب القبور وهو ألا ننشغل بما يذكرنا في الآخرة كثير من الناس للأسف بعضهم يعني يتكلم في أمور الدنيا أو يضحك أو يضحك صوتهم شيء ملاحظ شيء فهد هذا صحيح نعم يعني تشعر ما يليق يعني صحيح تشعر أن القلوب قاسية و أنه لا يوجد استحضار لهذا الأمر العظيم و حينما نتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مؤثر جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم و الحديث في الصحيحين متفق عليه يقول يتبع الميت ثلاثة أهله و ماله و عمله فيرجع اثنان و يبقى واحد من الذي يبقى؟ عمله الصاحب الذي لا يفارقك في الموت هو العمل جاء في حديث عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن آدم ثلاثة أخ الله لابن آدم ثلاثة أخ الله أما خليل فيقول ما أنفقت فهو لك و ما أمسكت فليس لك فهذا ماله مالك إذا أنفقته في سبيل الله فهو لك ستجده في صحيفتك و ما تركته فليس لك وأما الآخر وأما الخليل الآخر فيقول أنا معك أنا معك إلى أن تصل باب الملك فإذا وصلت تركتك و هذا الخليل هو أهله و حشمه يصلون معك إلى باب القبر فحينما تصل إلى هذا الباب سيرجعون و يتركونك أما الخليل الثالث فيقول أنا معك حيث ذهبت و حيث جئت أنا معك ما هو؟ قال أنا عملك الصالح الله أكبر جاء في الرواية أن الميت يقول والله و إن كنت لأهون ثلاثة علي أنت كنت أهون واحد علي ما أهتم في العمل و كنت مقصر فلابد أن نهتم بهذا الأمر و لا نقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المخلفين يقول إن شغلتنا أموالنا وأهلونا و الله حذرنا من هذا الأمر قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون و أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق بس أريد أصدق بس أريد أتصدق بريال عشر ريالات مئة الذي أستطيع فأصدق وأكون من الصالحين و لي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعمل ساك الله خير سأل الله لك الشيخ بعد شيخنا شيخ للميت حرمة نص الفقه كسر عظم الميت ككسره حي هنا يعني 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 ما ينبغي أن نتأدب به مع الشخص بعد وفاته مسألة الغيبة ما شابه ذلك يبقى للميت له حرمته حتى الأمور الدارجة أيضا على الألسنة اذكروا محاسنة موتاكم شيء من هذا القبيل حتى يعني مما جيد أن الإنسان ينبه عليه أن بعض الناس يعني في المقابر مثلا في أماكن تغسيل الموتى يتطفلون ويريدون أن يدخلوا على المغسلين وهم يعني لا علاقة لهم الميت هذا له حرمة حتى رؤية بعض العورات أو غيرها لا ينبغي الإنسان أنه يطلع عليها فليس معنات أنه توفي أنه لا حرمة له فله حرمة سواء كانت حرمة جسدية أو حتى حتى القبر الآن بعض الناس يكتشف في بعض المناطق قبور في أراضيهم التي تملكوها ويريدون أن ينزعوا هذه القبور لا القبر بيت للميت لا يحق لك أن تنزع هذا البيت وتفتحه وتزيله إلا بسبب شرعي إلا بسبب شرعي لأن القبر كالبيت لصاحبه لا يمكن أن تقتحم هذا البيت دون إذن من صاحبه أو إذن من الشارع الشرع يأذن لك تقتحم كذلك الجانب الآخر قضية الغيبة والنميمة يعني باقية لا شك ولا تزول وهي محرمة سواء كانت لأن الغيبة والنميمة وغيرها والسب والشتم يؤذي الحي يؤذيه شخصيا وبعد وفاته يؤذي أهله فالأهل هؤلاء الذين يسمعون لشتم والدهم واللغيبة والدهم لا شك أنهم كذلك يتأثر فالإنسان عفيف المسلم عفيف بلسانه يحترم الأموات بل ينبغي أن يعتاد الناس أن لا يذكروا موتاهم إلا بخير كما أن الأحياء لا يذكرون إلا بخير والإنسان لا يذكر العيب الذي في الشخص إلا في الأسباب الشرعية التي توجيز ذكر السلبيات أنت والله في محكمة بتشهد فسألوك والله جاءوا يستشيرونك في زواج في بعض المواطن التي ذكر أهل العلم أنها تستثنى من الغيبة المحرمة أما بشكل عام المفروض الإنسان يكف لسانه عن الناس أحياءً وأمواتًا يكف لسانه عن الناس أحياءً وأمواتًا ويشتغل بنفسه المشكلة أن كثير من الناس يعني مسوي نفسه سلطان على الآخرين يعني فلان ذهب وفلان جاء وفلان ذهب ياخي اشتغل بنفسك أنت مالك ومال الخلق أنت لا علاقة لك بالخلق هؤلاء لا تقيم الناس ولا تتكلم على الناس أنت اشتغل بنفسك فعيوبك لو نظرت فيها نظرة صحيحة اكتشفت أن عيوبك أعظم الإنسان لو تأمل في نفسه عيوبه بس وكيف يعالج هذه العيوب وكيف يصلح من نفسه يعني لنشغل عن الخلق جميعاً لأن من منا يعني كامل من منا يعني ليس مليئاً بالعيوب الكثيرة فالإنسان ينشغل بنفسه ويترك عنه الآخرين سواء كانوا أحيا أو أموات والأموات يعني ما تدري ما تدري أين استقر هؤلاء الحي على الأقل أن أشوفه في الدنيا لكن هذا الميت يمكن الآن مربع هناك في جنة النعيم وجالس في مكان وأنت والعياذ بالله تخوض فيه ويكون نقم عليك نقم عليك لهذا مثلاً الذين يخوضون في الكلام في الصالحين والعلماء سواء كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو غيرهم من أهل العلم يا أخي ما تدري وين هؤلاء عند الله هؤلاء يمكن الآن حطوا رحالهم كما قال بعض أهل العلم أحطوا رحالهم في مكان لا يمكن أن تصل إليه أنت فمن أنت يتكلم فيهم وهم خلاص استقروا كلامك لا فائدة منه يضرك ولا يؤثر فيه حسن الله لك شهر محمد الدكتور لحسن عليك فيما تبقى معنا من وقت الخوف والرجاء كجنحي الطائر للمؤمن صحيح الخوف مطلوب تخويف من الموت ولكن مع قرب الأجل أظم تغليب جانب الرجاء مطلوب للمؤمن صحيح نعم ذكر علماء أن يعني الخوف والرجاء يعني لابد للمؤمن أن يخاف مرة ويرجو مرة يتقلب بينهم نعم يتقلب بينهما وإن كان بعض العلماء يقول أن مدام في حال الصحة فيغلب جانب الخوف وإذا كما ذكرت اقترب مثلا الأجل فإنه يغلب جانب الرجاء والإحسان الظن بالله هذا من العبادة العظيمة والله سبحانه وتعالى يقول فما ظنكم برب العالمين ما ظنك أيها المؤمن برب العالمين يعني أحيانا أنت تعطي الثقة لشخص وتثق به وهو إنسان عادي ويخطئ فما ظنك بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه وتعرفون الحديث أن امرأة كانت تبحث عن رضيعها تبحث عن رضيعها فتأخذ هذا الطفل فلا تجده رضيعها وتأخذ الآخر حتى وجدت رضيعها فضمته وألقمته صدرها وأرضعته فالنبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذا المشهد ونبينا صلى الله عليه وسلم يستغل المواقف وهو مربي بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار فقال الصحابة لا وهي تقدر دامها تقدر والله لن ترميه في النار قال نبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من هذه بولدها الله أكبر تخيل لو أن واحد مننا الشيخ محمد والدكتور يحيا ولا أنا ولا أي واحد من المشاهدين يقول لك الذي يحاسبك في الآخرة أمك شف يعني تخيل كيف ستكون فرحتك أمك ستحاسبك على جميع أخطائك فما بالك بالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين الله أكبر وأكرم الأكرمين والذي يعني أنزل رحمة واحدة واستبقى تسعا وتسعين رحمة فلا يدفعنا هذا الخوف من الموت ألا نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا يقول العلماء أسرفوا يعني تجاوزوا الحد تجاوزوا الحد يعني على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أكبر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وتعرفون قصة قاتل مئة نفس قتل مئة نفس ومع ذلك تاب الله عليه الله أكبر الله يحسن عليكم شيخنا الشيخ رهد شيخنا الشيخ محمد كتب الله أجركما وجعل ما ذكرتما في موازين حسناتكما شكر موصول لكم أيها المتابعون العزاء على حسن المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين